وهذا سوف نحكي عن مورفولوجي والبيولوجي معالدها احنا قلنا هي متكونة من 4 stage شرحناها stage هسه سوف نحن يشرحناه المورفولوجي مع كل stage اول شي بادي بالتروفوزويد التروفوزويد هي نفسها يعني الشسمة البروتوزواء فهنفس تقريبا على البيتر مع البروتوزواء هي رح تجي هنا اول شي التروفوزايد قلنا هي الاكتف , الفيدنج , الفيجيتيتف يسموها الخضرية يعني وين تعيش تعيش انهيبت هاللارج انتستان حيشي نوها قبلو شوية قلنا انه هي هنان هيصار ادنى اكس سيستيشن وين هيصار بالسمال انتستان بعدين لحيطلع انا التروفوزايد وتروح باللارج انتستان فهو الاكزيبت مالتها وين باللارج انتستان وبعد شنو عدنا انا ما مذكورة اللي هي انه هي موتايل نفس هذا الحاجة اللي هنانا كان انه فيدنج وموتايل تتكاثر وتأكل وتتحرك ويقول لك نوفيكس شيب نفس البروتوزوة العادية لانه عدها اموبيويد موفمنت زين هنان السايز مالتها ذاكري وبعد شنو يقول لك يقول لها عنده سفيريكل نيوكلياس وفاين ريجولار كروماتين دوت شوفوا هزا هنانا عدنا هاية البروتوزوة افترضوها هنانا الخلية وشنو عدنا عدنا بالنوص اكل الكاريوسوم خلصنا منه بعد اكفت فقرة اللي هي فاين ريجولار كروماتين دوت وين بالانر سيرفيس ويقول لك السايتو بلازم كونتيني انجستد ار بي سي ليش؟ لانه هي الفيدنج مالتها على شنو تتغذى على البكتيريا الموجودة بالجي اي تي وعدة على الدبريز او الفيسز او هاي ان شاء الله يعني وهمنة ممكن تتغذى على الار بي سي اذا مثلا كانت انفيزف فورم مثلا ممكن تتغذى على الار بي سي وتكون بداخلها ار بي سي وهاي شغلة مميزة بالتروفوزويد مالي انتو مابيكا هستوليتيكا بعد شنو عدها عدها فاتشي سيقار شي بكروما تويد بادي اللي هو خلنشوف بهاي الرسمة وفاتشي بهاي دي انا يعني موجود بالسايتو بلازم باستخيلوا ان هو موجود هنانا تمام وهي النيوكلياس هاي الكاريوسوم هنا انا اكل مفروض الكروماتين دودز او ممكن هي هاي قصدة بصراحة ما اعرف يعني والبايناري فيجين هو المالتها ما بها شي سهلا نفسي الحاجي باس ما عيود بطريقة ارتب ازان عدنا البري سيست اللي بري سيست هو شنو عدنا التروفوزويد من تتحول للسيست ها تمر بمرحلة اسمها بري سيست لانه هي كأنه فكروا بيها كأنه هي شلون نقول ترانزيشنال ستيج مرحلة انتقالية فما حتبقى هواية موجودة فيعني بس تحتاج انه شوية يعني ما تفيدها الحركة خلي نقول ما تساوي لها شي ازان وبعدين شنو عدها عدها السودو بوديم همينة ونو ربي سي لانه قلنا ان هي اصلا ربي سي هاي سبيشال بالشسمة خلينا نشوف شكله ما موجود ما مورثوم هنا شكله بس يعني المهم ما يحتاج فاتشيس ايرو بس الآن السيستي ستيج اشبي موجود هو باللومن اوف ذا لارج انتستين ان نفاون ان دا تشو ليش اول شي باللومن ما لارج انتستين لانه هي لح تتحول لتروفوزايد للسيست من تريد تطلع بالفيسز يعني كأنه هي مشت باللارج انتستين ووصلت مرحلة انه وصلت للركتم مثلا فبدت تتحول للسيست فمستحيل انه احنا نلقاها بالتشو واضافة نقطة اضافية انه السيست كأنه كأنه يعني شا اسمه رسستانت للانفايرومنت فيعني موجود بالتشو باعتباره انفايرومنت زينة فمن القبيسست زين بعدين ممكن يقول لك انه هو يكون يوني نيوكلييتد باي نيوكلييتد والكوادرن نيوكلييتد اللي هو يعني شنو عنده اربع نيوكلياس والكوادرن نيوكلييتد هو الانفاكتف ستيج اللي هو الماتور نفس الرسمة اللي شفناها قبل شويه هاية هو كانت بي اربع نيوكلياس والماتور هو الانجستد هو الانفاكتف ستيج بينما البي نيوكلييتد اليوني نيوكلييتد او باي نيوكلييتد هاي ما تعتبر ماكور يعني ام ماكور وهمانا ملتبلاي باي نيوكلييتد والستراكتشار ما الشي اسمه نفسه بالتروفوزويد اللي هو يعني اللي نيوكلياس بيها كاريوسوم وبي دوت وإلى آخره وفايد وشكلها وهيج السايتو بلازم نفس الشي همينه رودلايك اور سيجار شايفد كروماتويد بدي اللي هو هذا نفسه نفسه لهنا هي تقريبا يعني ده شوفون نفس التراكتشار ما التروفوزويد عدا انه هي شكلها ريجولر اكثر هاي كانت الريجولر وهذا سيست وبينما هاي تروفوزويد هاي الاكتف بينما هاي الدورمان ستيج بانين عندي يقول لك هنانا اكو تو تايب small cyst race و large cyst race يعني اكو انواع من الانتوميبية تسوينا small cyst وانواع تسوينا large cyst ال large cyst مثل شنو اللي هي عدنا انتميب هستولاتيكا اللي هو انتوميبية دايسبار هاي الاسترين مال الانتوميبية الخش الديسبار والهرتمانيش بهذول اثنين هم تعتبر يعني non pathogenic ما تسوينا باثوجين فهنا النون باثوجينيك افريولنت منت فورم اللي هو سمول سست منت يعني صغيرة هنا افريولنت ماغنى يعني شبيرة لارج على لارج والافريولنت يعني تقريبا نفس النون باثوجينيك تعتبر هنا اتمالتها يعني شلون يعني تبقى عايشة تبقى عايشة ساعة واحدة بدرجة حرارة خمزة هاي التروفوزويد بينما السست شوبية عشرة ايام باثنين وعشرين درجة تشوفون الفارق بالدرجات الحرارة والايام في هاذا هي هاي الريسستنت اوكي زي بعدين يقول لك السست هاي ملاحظة مهمة الي هو شن هو اللي هو الكلور اللي نعقم بالوتر ما يموت به يعني احنا اذا جبنا الواتر موجود بالسيست وعقمناه بالكلور ما يفيد يعني تبقى السيست موجود ولح يصابحنا وهنا التروفوزويتشي يقول لك أبزورب الفود فروم السيرندرينك تشو انكلو دينك ار بي سي في كل ماتيرال بكتيريا اكلها حجيناها وتحللها باي سايتو سايتوليتيك انزيم عاد تتكسر تروح الفيكيولز فود فيكيولز وتساوي لها دايجسشن من خلال سايتو سايتوليتيك انزيم اللي يقول لك الانتو ميبهستوليتيك تعيش ببور اكسجين اتموسفير اللي هي يعني شنو يعني انايروبك هي ما تحتاج اكسجين لذلك هي ما تحتاج ماتوكندرية فموجود احنا من شفنا ما ذكرنا بها ماتوكندرية لانه ما تحتاج الوكسجين يعني او خنقول تحتاج بكمية قليلة ببور اتموسفير الاخري زين بعد شنو هاي اخر شي بس داي يقول لنا نفس الشي انو الانتو ميبهستوليك كده يعيدنا اياها ممكن تكون انفيزف ونانفيزف اللي هي هاي الثلاث تايبز اوف انفكشن اللي حتناها ممكن يكون انفيزف ممكن انتستينال ديزيز يوصل بس للميوكوزة او ممكن اكستر انتستينال يعبر لميوكوزة سبو ميوكوزة سرزة يصل للبلد فيزل ويروح للأثر اورغان هو هاي الهنان الموجود ويقول لك انو الداي سبر اللي هي شنو نان باثوجينيك وينها نان باثوجينيك نان فيزف نان از انتو ميبه انتو ميبه داي سبر بعد همانا انو الار بي سي انجستد ار بي سي قلت لكم هي مميزة بالتروفوزويد مال انتو ميبه استولاتيكا بس الوائل انتو ميبه كده اسبرنا متلقى بي الشسمة الار بي سي وخلاصنا